اللي طبعا هتكلم عن وحدة جديدة والوحدة دي طبعا بتحفظ لك بيانة تطبيقات والالعاب وبتخليها لك تشتغل باكسر سلاسة وبتخليها لك يعني مش اقول لك سريعة لكن بتشتغل معك تمام في الجهاز. وانا اتكلمت عن وحدة دي بطلب من المشاهدين او المتابعين في الغناء. وطبعا كلمنوك وباليومين ولقيت الوحدة جميلة جدا بحست عنا ولقيتها جميلة جدا. وليقيت البيانات الكافية عشان كده دارة تكلم عنا. طبعا قبل كده في ناس كلموني في تطبيقات لكن ما رجيت كل البيانات عشان كده ما تكلمت عنا وبعد هزر للناس اللي ما تكلمت عنهم. آآ لما نتيم كل البيانات حتى بعدين شنو بقدر اتكلم عن الموضوع بتاعي. وضحت الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا الآن هي جماعة هنتكلم عن وحدة آآ اسكيو لايت او آآ اسكيو لايت. نفتح اول حاجة اليوتيوب ونشوف آآ صديقنا احمد المشترك مع هنك كويس قداني الطلب ده قل لي ممكن بعد اذنك تعرف لي الاضافة دي عندي هلا كتاب ليه لانه مسرعت ليه والالعاب طبعا للناس انترشوفه كويس وانا كان حتى رسلته قلت ليه هاتفك الاصدار بتاعه كب شكرا لك يا اخ احمد لانه قديتنا وحدة جميلة جدا وفتشنا عنا الجنين انه التأثير بتاعه بجد جميل حبركم بعد كده الوحدة هتعمل شنو اول حال يا سيدي طبعا انا سبتها في المجلس مانجر وهسا هنشرحها بعد شوية الاسكيو لايت طبعا تشتغل على كل الاجهزة بالاصدار طبعا الموجودة المسبت هنا واحد فاصلة ثلاثة الوحدة دي طبعا هي عبارة عن قاعدة بيانات بتحفظ البيانات بتاعة التطبيقات والالعاب الموجودة في الهاتف وبتحفظ برضو جزاكرة المؤقتة طبعا اي تطبيق عشان نوقع تضغط عليه ويقوم يفتح اول حال الجهاز بحمل بياناته حتى يمجم بيفتح لك طبعا كل ما فتح اسرع كل ما كان تحميل البيانات اسرع وموجود اصلا في الهاتف بشكل اسرع عشان كده يفتح معاك التطبيق اسرع التطبيق اللي بيفتح معاك بعد الزمن معناه بياناته كثيرة وبياخد فترة عشان الجهاز يقوم يجراوه ولا حدا الفكرة الوحدة دي بتخلي انه البيانات محفوظة وفتحها هشنو اسرع طبعا بعض التطبيقات بتكون مسبتة في الجهاز بتاعك بتقوم تشتغل بيها بتقوم شنو بتكون تقيلة او بعض مرات اسناب انت اشتغل بيها التطبيق بيقوم شنو بيقفل اول لعبة بتقفل لانه بياناته حملت على الجهاز فبيقى بطيف فقام التطبيق قفل اول لعبة قفلت الوحدة دي بيساعدك لحد كبير مش معناه ان هتصلح لك اي حاجة طبعا في الناس هتقول لي ما اي حاجة هي بتصلح بعض التطبيقات او كثير من التطبيقات وبرضه ما معناه انه محيحصل خطأ ممكن حصل لك خطأ عادي لكنه التطبيق يفتح بشكل سلس واسرع واللعبة برضو بتقدر تستخدمها بشكل اسلس واسرع جدا ده ما معناه هي بتعدل في اللعبة هي بيساعد في جراية اللعبة يعني مش بيزد لك فريمات وكده ولا لا هي بتعدل في جراية اللعبة فبتكون اللعبة سريعة واشنو وسلسة وضحت للفكرة طبعا قبال ما نسبت لازم الاصدار يعني طبعا هو اصدار قديم وفي اصدارات جديدة هنفتح طبعا هنا الصفحة دي هتلقي هنا المطور اللي هو احدث اصداري عندي اللي هو 3.36 وعندك ثاني اصدار 3.35 لحد اصدارات كتير جدا طبعا انا نزلت احدث اصدار وابا يثبت معي داني فشل وحتى وقد قفلت الجهاز وفتحت له جيس ان الوحدة ما ثبتت معي عشان كده قمت رجحت للاصدار القديم طبعا انت ممكن تثبت الاصدار الجديد شوفه هل هو بيشتغل معك ولا هو بيشتغل معك ولو ما اشتغل معك ممكن تثبت شنو الاصدار القديم او واحد من الاصدارات القديمة انا اديك الخيارات كلها تختار اي اصدار وتجرب والبقرة معك شنو الاصدار الموجود عندي القديم قالوا بيشتغل جربوه يعني من اللي هو اندرويد 2.2 لحد اندرويد 9 يعني ما جربوه على 10 و 11 و 12 ما جربو عليه ممكن تجرب لو حب تجرب او واحد اشهر و لحد اشهر سيشتغل معك حتى انت رجع شونو الاصدارات القديمة طبعا انت جربته الاول ما اشتغل معي طوالي قمت رجحت الاصدار القديم هاقود تلك الاصدار القديم طوالي والاصدارات دي كلها يعني انت تشوف الاصدار اللي بيشتغل معك يهاتوم وضحت الفكرة يعني التجربة في القديمة كانت من أندرويد 2.2 لحد أندرويد 9 يعني 10 و 11 ما يجربها فيه ولا 12 انت بعد كده ممكن تجرب وشوف هل يشتغل معك ياتوا إصدار فيهم ويحبز الناس اللي عندهم 11 و 12 كده يجربوا لي أحدث إصدار اللي هو 3.36 وينت نازل يعني ما يرجعوا للإصدار القديم 1.3 ده في النهاية إذا ما يشتغلوا معك الإصدارات الأعلى لمشي بعد كده طبعا ده أقول لنك طبعا هاخدت لك الرابط ده كده بعض مرات تخش على الرابط بيديك بس الأول إذا ما ظهر معك حاجة ممكن تضغط على تاجز بيجاي بتجيب ليك الملفات تضغط على تاجز بتجيب ليك الملفات القديمة كلها تضغط على ZIP بتحمل معاك الملف كويس وهنا برضو شنو تضغط على الكلمة دي assist تضغط عليها برضو بتحمل شنو ملفة ZIP ما ظهروا يكون نفسي اسم الوحدة بس ملفة ZIP ده وكتضغط عليه وبيحمل معاك ولو ما ظهر لك تضغط على الجنب البجاي الكلمة البجاي latest دي تضغط عليها بتجيب برضو الإصدارات القديمة يعني تختار إصدار لين تدائره بعد ما خلصنا من النقطة دي نمشي بعد كده للمجلس منجي طبعا مثبت الوحدة جاهزة الناس الجودات طبعا هتختار من الزاكرة انت نزلتها وين تنزل لحد ما تلقى الوحدة اللي انت نزلتها كويس طبعا تضغط عليها بالجنب البجاي وبعد كده تعمل فتح طبعا لأنه بعض مرات صاح نعمل فتح هنا بالجنب البجاي كويس الداني قال لي تم التزبيت الفشل طبعا دي لانا الاصدار القديم سوري انا سبعا نصبت الاصدار القديم مفروض سبب دي الحديث كويس كويس نمشي نختار تاني يعمل تزبيت فتح قال لي تم التزبيت عشان الناس ما يقول لك ما سبت السبت هندي هلا كويس بعد ما سبتت معي بعد كده طبعا بتعمل اعادة بتعتشغيل الجهاز وبعد كده بتلقى الوحدة معاك مسبتة اوكي يلا بعد كده شوف الاداء بتاع جهاز بتاع كيف طبعا ما ضوالي بعد خمسة دقائق لا يقل الى اليوم عامة نشوف هال الفريق اللي بحصل مع اكشن وطبعا الكلام ده ظاهر لانو احنا عندنا زول جربة قصا وورانا انو والله يا خل وحدة دي التفريق وطبعا لو في ظل عنده وحدة تانية ممكن يكتب لنا في التعليقات لكن بع مرات بأسف للناس اللي بتاخرين انو انا ما اعمل ليهم شنو يعني مراجعات طوال في ناس كم مرة كلا من في تطبيقات لكن ما لقيت كل البيانات بعد انا ما لقي كل المعلومات حتى يعني شنو بعمل ليك مراجعة اا وكده احنا خلصنا طبعا الحلقة بتاعتنا وعن الوحدة كلها ولو انت جديد طبعا ما تنسى الاستراك في الغنى لو بيشاهدنا وما مشترك ولو مشترك طبعا مرحبك والناس القدام برضو مرحبهم تاني وما تنسى طبعا دعمنا في الغنى ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته